حسب ابدر قادر محمد أحمد الأحدال كتولة قطبة الشيخ نور الدين محمد أحمد الأحدال المعروف شيخ نور الدين كشك بلي عان وكو شيخ عبد القادر محمد أحمد الأحدال عم يبي للكواة ام استوال czyคوال و الأحدRO لكن صوال و الأحدعي الله كما المال بوظنقومت بخطبة نسوال و آن ام يوميون؟ بين يبقي وتش положيل و الأحد بين يبقي وتش��요 هنا سوف يقول لأق 불あجينة القطبة خدم الموى كتوقية و puesto محمد عم الله عليه وسلم تنائي شيخي عبدالقر قادر ما قولكم في هذه المسألة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فنني أهني الشعب المسلم التنزاني بهذا العيد المبارك أسأل الله جعلنا من عائدين الفائزين أهني الأمة الإسلامية جميعا في أسقاع العالم أسأل الله أن يعيده علينا بالأمن والإيمان والسلامة والبركة والخير وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان القادم ونحن في صحة وعافية أما بالنسبة إذا اجتمع عيداني الجمعة والعيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأناس الذين يسكنون العوالي وهذا خاص بهم ولكن صلى الله عليه وسلم قال إنا مجمعون بالشد وإنا مجمعون بدون شد كله ثابت فالواجب على المسلم أن يصلي من صلى العيد أن يصلي الجمعة أما إذا كان إنسان مرهق ومتعب فتسقط عنه الجمعة ويصلي الظهر هذا القول الصحيح والذي عليه جمهورها العلم أما القول الذي يقول لا جمعة ولا ظهر فهو قول باطل وقول شاد فعل ابن زبير أو زبير العوامر طلع عنه لا يدل على أنه لم يصلي الظهر إنما يدل أنه صلى الظهر لما قال ابن عباس أصاب السنة معناه أصاب السنة لأنه أخذ الخيار رسول السلام قال من صلى معنا العيد فقد أجزاته ومن لم يصلي الجمعة فقد أجزاته العيد عن الجمعة وإنما مجمعون فهذه السنة التي أخذها أخذ الخيار لكن لا يعقلوا لا نصا ولا عقل أنه لم يصلي لا جمعة ولا ظهر هذا القول باطل وشاد لا يقبل به أبدا نعم انتهاء شهر رمضان يعني بعض المسلمين يرجعون إلى المعسوية فما قولكم الله عزيزي يقول سبحانه وتعالى ولا تكونك التي نقضت قزلها من بعض قوة أنكاثة المرأة التي صنعت مكيكة ثم عند النهاية تبقفكه وهذا عبد رمضان ولم يعبد الله سبحانه وتعالى ولا ندري الشيخ عبدالله أن نهنن أنفسنا هل صيامنا قبل أم نعزي أنفسنا هل صيامنا رد علينا نعم يقول عبدالله بن عمر لكنت أعلم إذا صليت ركعتين فإن الله تقبلها مني لتمنيت بعدها الموت إن يقول لو كنت أعلم صلاة صلاة ركعتين علمت أن الله تقبل مني هذا ركعتين لتمنيت الله أن يأخذ روحي لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين وأصبح من أهل التقوى نعم 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 نعم